إعلان جزء لعبة Call of Duty الجديد Call of Duty Vanguard أخيرا نزل سويت فيديو من فترة تكلمت فيه عن التسريبات والتوقعات وطلعت صحيحة اللعبة بالحرب العالمية الثانية وبهالفيديو رح أتكلم عن كل شي تحتاج تعرفه عن اللعبة بالتفصيل القصة الملتي بلايار الوارزون والزومبي وفيه شي جدا رهيب للزومبي ممكن بحد يقول بشار الإعلان مصر لساعة ساعتين من وين عرفت كل هالمعلومات وجواب هالسؤال هو أن أنا تم دعوتي من أكتيفيجين من أسبوع ورحت وتكلمت مع مطورين اللعبة وشفت الأعلان وكل تفاصيل اللعبة من أسبوع بس كان ممنوع أني أتكلم عن أي شي فقبل أن تتكلم عن أي شي شوفوا ردة فعلي على الأعلان اللي صورتها من أسبوع Call of Duty Vanguard ورجونا أعلان كل العالم يتكلم ما كنت متوقع أعلان أفدن أنا أعطي حديث ما الكثير من الساعة وطول المحفظ أو مرح آخر حتى يجب أن نتعم أنا أعطي أجل لا نحن فين أنه لدينا أنه لدينا وصة أنه لدينا واصل شمال افريقيا قاعد اشوف بحر وغابات ودبابات وصحراء جبهة الشرقية ومتنوعة كثير للحين شفت اكثر من حرب هاي الشخصية اللي شفناها بالوارد زون من كم يوم ركتوفن جبهة الغربية اوه يا شخصي اصدقوا انا اختبتكم جميعا لذا هذا مجموعة المحيط لا يوجد مجموعة مجموعة ركتوفن هو ما يأتي بعد ليس ما كنت في الوقت احسنت 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 مو بلوتوث فمعناتها دقة الصوت ستكون افضل بألف مرة من سماعات البلوتوث العادية فحاليا فيه giveaway على اليوتيوب على السماعة والمايكروفون اللي شايفهم قدامك اذا حاب تدخل بالفرصة تلفوز عليهم كنا عليك سويه ادعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك اي تعليق مع وصيلة التواصل معاك وفيه giveaway ثاني على حسابي على انستجرام رح تلاقيه اول لينك موجود بالوصف على السماعة الكبيرة واحدة ثانية مع السماعة الصغيرة فكمان روح وشارك فيه ورح يكون عندك فرستين للربح طيب اظن اكتر سؤال وتكم تعرفوا جوابه هل قصة عالم Call of Duty Vanguard مرتبطة ب Call of Duty World War 2 لانه اولا من نفس المطور سليج همر وثانيا اللعبة بالحرب العالمية الثانية و Call of Duty World War 2 ما صار لها ثلاث سنوات تقريبا والجواب هو لا Call of Duty Vanguard ما لها اي علاقة ب Call of Duty World War 2 بل مرتبطة ب Black Ops Cold War و Modern Warfare وال Warzone يعني احداث القصة واللعبة بشكل عام موجودة بنفس العالم خلني اشرح لكم التايم لاين بشكل جدا بسيط عشان تفهموا حاليا عالم Call of Duty كل الالعاب Call of Duty الاخيرة بعالم واحد تبدأ من Call of Duty World at War ايه اول لعبة Call of Duty اللي نزلت عام 2008 موجودة بنفس العالم بعدين عنا بالاحداث Call of Duty Black Ops 1 بعدين عنا Call of Duty Black Ops Cold War بعدين عنا Call of Duty Modern Warfare الاخيرة اللي نزلت عام 2019 كل هالالعاب بعالم واحد وكمان قصة الزومبي قصة دارك اثر الجديدة موجودة معهم بنفس العالم طيب ممكن حد زكي الحين يقول انه Call of Duty World at War اللي نزلت عام 2008 احداثها بالحرب العالمية الثانية فكيف هاللعبة احداثها بنفس الوقت يعني هما الاتنين بنفس التايم لاين فكيف القصتين بنفس الوقت والجواب هو بكل بساطة انه احداث اللعبة مو بالحرب العالمية الثانية احداث بعد الحرب العالمية الثانية على طول على نهاية الحرب العالمية الثانية المانيا كانت قاعدة تخسر وبرلين كان خلاص استولوا عليها الروسيين او الاتحاد السوفيتي بالكامل بهذاك الوقت كان في مجموعة ضباط من النازيين قاعدين يخططوا على انشاء مجموعة سرية باسم بروجيكت فينيكس وهالمجموعة كان هدفها ابقى الفكر النازي حتى بعد خسارتهم وكان قاعد هالمجموعة هو هنريك فراينجايزر ضابط نازي وقصته مستوحى من ضابط نازي حقيقي بالحرب العالمية الثانية اسمه هنريك ميلر فهذا الضابط مع مجموعة ضباط نازيين ثانين عملوا مجموعة اسمه مجموعة غوستابو وكان عندهم مشروع بدون يمشوا عليه اللي هو بروجيكت فينيكس اللي هو انه صحيح خلاص خسرانين خسرانين بس بدهم يشتغلوا بالخفاء وبالسر عشان يخلوا الفكر النازي موجود وينهضوا يوما ما قوات التحالف اللي هي امريكا الاتحاد السوفيتي فرنسا وبريطانيا عرفوا بهالشي عرفوا انه النازيين عم يعملوا مجموعة سرية وقرروا انهم يوقفوا هالشي بس كان العائق انه هالمجموعة النازية هي مجموعة سرية تشتغل بالخفاء فصعب انهم يمسكوها عن طريق حرب وجيش عاديين فاللي قرروا يعملوا قوات التحالف هو انهم يعملوا فريق خاص مكون من اربع اشخاص وارسلوا هالفريق على المانيا عشان يحققوا بالموضوع ويحاولوا يوقفوا هالمجموعة السرية وهذا كان اول فريق خاص او سبشال فورسس بتم انشاؤه بالعالم على ايام الحرب العالمية التانية والاولى ما كان في شي اسمه فريق خاص وسبشال فورسس نفس حاليا حاليا الجنود بكل العالم بتلاقي جندي نفسه عنده السلاح الخاص عنده مسدس عنده نظارة بيشوف فيها بالليل عنده جي بي اس هدول بيسموهم سبشال فورسس من زمان على ايام الحرب العالمية الثانية كان الجندي معه سلاحه ويلا روح يوحش وفوت بالحرب وكان كل الحروب تعتمد على الاعداد الكبيرة والقصف وكذا ما كان فيه والله نفس الحين اللي هو جنود خاصة متدربين يتم ارسالهم لمكان معين عشان ينفزوا مهمة معينة وهذا الشي صار بالحقيقة فعلا مو انه بعض اطاحة النازيين عملوا مجموعة سرية لا الشي الحقيقي انه بنهاية الحرب العالمية الثانية قوات التحالف وامريكا بالذات صاروا يدوروا على الجنود اللي كان عندهم طرق خاصة او محترفين جدا وكانوا ياخدوهم ويدربوهم وبعدين صاروا يعملوا شغلة اسمه سبيشال فورسس او جنود خاصة هيتم انشاءهم بعد الحرب العالمية على طول ومن وقتها ولحد الان موجودة مصطلح السبيشال فورسس او الجنود الخاصة وقصة اللعبة او الاربع ابطال اللي عندنا ياهم بهاللعبة هم اول سبيشال فورسس تم انشاءهم بالتاريخ طبعا مو بالتاريخ الحقيقي بس بقصة اللعبة اول شخصية عندنا واللي هو قائدهم هو سارجنت ارثر كينغسلي هو بريطاني وشخصيته مبنية على شخصية حقيقية كان موجود بالحرب العالمية الثانية بالجيش البريطاني اسمه سيدني كورنيل وسيدني كورنيل كان سائق طيارة وكان بمهمة بشمال فرنسا كان هناك مستولين عليها الالمانيين والنازيين وبريطانيا دخلت عشان تساعدهم فكان بمهمة هناك بس طيارته اتحطمت ووقع ووقع بمكان بشمال فرنسا كان لوحده ومحاط بين النازيين بكل مكان بالغابات واللي سواه سيدني بالحقيقة هو انه ضل عايش وقدر يطلع من الغابات بدون ليشوفوه النازيين وراح وكمل المهمة اللي كانت عليه يعني كان فينه يهرب بس ما هرب راح وكمل المهمة والمهمة كانت انهم يطيحوا مضادات الطائرات الالمانية البريطانيين كانوا عبيهجموا بالطيارات بس الالمانيين عبيضلوا يطيحوا طياراتهم فكانت المهمة انهم يفجروها فهذا الشخص قدر يهرب من بين النازيين بالغابات بشمال فرنسا ويروح ويساعد الجنود عشان يفجروا مضادات الطيارات وفعلا نشحوا فيها هالكلام كله حقيقي وشخصية ارثر باللعبة مبنية على هالشخصية بالضبط انا شفت جيم بلاي كامل بطول القصة بتلعب فيه هالكلام بالتفصيل فعليا طيارتك بتوقع وبعدين لازم تهرب من بين النازيين وبعدين بتروح وبتكمل المهمة بانيني شخصية عليه بالحرث فمثل ما قلت لكم قوات التحالف كان بدهم يعملوا سبيشال فورس او فريق خاص وبدهم جندي عندهم مهارات خاصة من كل بلد فسارجنت ارثر كان هو من بريطانيا وعينوه قائد هالمجموعة والعدو الثاني بهالمجموعة هي بولينا باتروفا روسية من الاتحاد السوفيتي ومبنية على شخصية حقيقية اسمها لودميلا بلافشينكو لودميلا بلافشينكو بالحقيقة كانوا بسموها بالمانيا ليدي ديث او امرأة الموت جدا محترفة بالسنايبر او القناس وقتلت عدد جدا كبير من الضباط الالمانيين النازيين بالسنايبر وكانوا الالمانيين حاطين على راسها مبلغ جدا كبير اللي يقدر يقتلها فجايبينها كالعدو الثاني بالفريق باسم والعدو الثالث هو كابتن واد جاكسن واللي هو سائق طيارة من امريكا وكمان مبني على شخصية حقيقية بالحرب العالمية الثانية اسمه فيروين مايكل قدر لوحته بطيارته انه يدمر سفينتين حاملات طائرات سفينة حاملة الطائرة بتكون جدا ضخمة وجدا صعب تدمرها فبالحقيقة فيروين مايكل قدر انه يدمر سفينتين لانه كان سائق جدا بارع بالطيارة فجايبين شخصية واد جاكسن مبني عليه والشخصية الاخيرة عنا لوكاس ريج واللي هو من استراليا وكان مشارك بحرب بشمال افريقيا بشمال افريقيا كان في حرب جدا ضخمة بالدبابات بين القوات البريطانية والقوات النازية الالمانية وقتها البريطانيين كانوا على وشك الخسارة من النازيين بس على اخر الوقت ادخلوا فريق دبابات استرالي وقدر يساعد البريطانيين ويتغلبوا على النازيين فشخصية لوكاس ريج مبني على شخصية حقيقية اسمه شاردس ابهم وكان سائق دبابة جدا محترف وساعد البريطانيين بشكل جدا كبير عشان يتغلبوا على النازيين بحرب الدبابات طبعا الحين ممكن محد يفكر انه القصة كوب اللي هي اربع لعبين اونلاين كل واحد بلعب بشخصية ومنلعب القصة مع بعض نفس اللي صار مع بلاكوب 3 بس لا القصة سينجل بلاير تلعبها لوحدك بالكامل واول مهمة هي اربع شخصيات دود رح يجتمعوا مع بعض ويروحوا على المانيا ببرلين عشان يوقفوا المجموعة النازية وعلى ما اظن بعدين رح يورجونا فلاشباك لكل شخصية من الشخصيات رح يورجونا الماضي طبعه ويخلونا نلعب بمهمة او اكتر لماضي هالشخصية لانه قالوا لنا انه رح نلعب بجميع الحروب اللي صارت بالحرب العالمية الثانية هذا الشي المميز ما رح نلعب بجهة او فريق واحد بس نفس Call of Duty World War II اللي كانت من جهة الامريكان لا هون رح نلعب بأربع شخصيات وكل واحد رح نلعب بالماضي طبعه ففعليا رح نلعب بمثلا شخصية ارثر الماضي طبعه كان بشمال فرنسا ضد النازيين فرح تلاقي مكان كلها غابات وجبال وخضار بعدين عنا السنايبر بولونا بوتروفا اللي كانت بحرب ستولنجراد وكانت بالحرب بين الاتحاد السوفيتي والمانيا فرح تكون الاجواء كلها تلج بعدين واد جاكسون الضابط الامريكي رح نشوفها بيلعب ضد اليابانيين بحرب المحيط الهادئ واللي هي معظمها صارت بالبحر وبالجزر واخيرا الاسترالي لوكس ريج اللي كان بشمال افريقيا واللي كانت الحرب كلها بالصحراء فرح يكون فيه تنويع جدا رهيب بالقصة وكمان الشي الحلو حكوا انه تقريبا كل المهمات بالقصة ما فيه اتجاه واحد عشان تخلص المهمة لا رح يعطوك الاشياء اللي تحتاجها وبعدين تخلص المهمة على راحتك يعني قبل كنا نشوف بكل لعبة كولوف جيتي يكون عنا مهمة وحدة يكون اليك الحرية فيها نفس المهمة ببلاكوبس كولد وورد لما ندخل بمبنى الاستخبارات الروسية بينما هنا المهمات كلها او معظمها فينك تخلصها على راحتك ما فيه اتجاه واحد لتخلص المهمة طيب والحين خلنا نتكلم على الملتيبلاير طبعا لعبة كولوف جيتي فينكارد مبنية على انجين مودر وورفر يعني نفس مودر وورفر نفس نظام اللعب بس مطور وقالوا انهم يشتغلوا مع انفينيتي وورد عشان يطوروا الانجين ويعملوا اللعب عليه فاللي كانوا يحبوا ملتيبلاير مودر وورفر رح يحبوا ملتيبلاير فينكارد بشكل جدا كبير لانه رح يكون على نفس الانجين مو نفس انجين بلاكوبس كولد وورد طبعا شخصيات القصة الاربع اللي شرحت لكم ياهم رح يكونوا موجودين بالملتيبلاير كاوبريتر فينا نختارهم ورح يكون في غيرهم من السبشال فورسيس كل واحد اللي هو القصة الخاصة فيه والملتيبلاير رح ينزل مع 20 ماب ملتيبلاير ايه مثل ما سمعتوني 20 ماب ملتيبلاير مصمم لل 6 v 6 المابات العادية و 4 مابات 2 v 2 بلاكوبس كولد وورد السنة الماضية بدأت مع 8 مابات فقط 8 مابات 6 v 6 هنا 20 فواضح انه كان عندهم كتير وقت ويشتغلوا على اللعبة على راحتهم عشان كذا عملوا مابات اكتر لان هاي اللعبة اشتغلوا عليها 4 سنين اطول لعبة كولف جيتي بيشتغلوا عليها او بيستغرقوا وقت بيشتغل عليها لا تنسوا هالمعلومة ممكن محد يقول انه الاسلحة ما رح يكون فيها كتير ثنويع وما فينا نضبطها على راحتنا لانه بالحرب العالمية الثانية الاسلحة كانت بيسيك او بسيطة بس لا قالوا انه رح يرجع اللي بيسمحلك تحط على سلاحك 5-6 attachment نفس بلاكوبس كولد وورد ومودر وورفير فواضح انهم بنظام الاسلحة ما رح يمشوا على الحقيقي لا رح يحطوا اشياء ما كانت موجودة بس هالشي افضل عشان يخلي اللعبة ممتعة اكتر وبالغانثمث رح يضيفوا شغلتين زيادة ما كانت موجودة قبل اللي هي الامو تايب او نوع الطلق ممكن طلق كهربائي طلق ناري او شاي من الكلام ورح يضيفوا شغلة اسمه custom ballistic فينك تحطها على السلاح وبالملتي بلاير فينك تسبت سلاحك على اي سطح فينك تشوفها عشان تخلي السلاح سابت فينك تميل سلاحك من الحيط نفس مودر وورفير وكمان فينك تعمل شغلة جديدة ما شفناها باي جهزة كالف جيتي قبل اللي هي blind fire او الطلق الاعمى اللي هي انك تطلع سلاحك من فوق حاجز وتطلق بشكل عشوائي وهي الحركة كتير منشوفها موجودة بالحروب الحقيقية وحاليا رح يطبقوها باللعبة لأول مرة واكبر تغيير بالمالتي بلاير هو الرياكتف انفيرومنت او البيئة المتفاعلة او المتغيرة حاليا في كتير ابواب فينك تكسرها في كتير خلنا نقول نافذة فينك تكسرها فيه مثلا لما تفوت على غرفة يكون فيها مكتبة وكراسي وكذا بس تطلق اي شي رح تلاقي كل شي قدامك قاعد ينكسر ويتغير وهذا الشي رح يفيدك بشكل جدا كبير باللعب فيه اكثر من حيط فينك تطق عليه وتكسرها يعني عادي تلاقي قدامك حيط وتطلق على الحيط وتلاقي الحيط قاعد يتكسر ويكشف لك المنطقة اللي بعدها قالوا لنا باللقاء بالحرف انه من الزمان كان لما ترمي قنبلة باي ماب كولوف جيتي القنبلة رح تتفجر وتكمل اللعب عادي بينما حاليا لو رميت قنبلة فانت رح تغير شي بالماب القنبلة تبعك رح تكسر ممكن جدار لما الجدار يتكسر رح يدخل ضو ضو الشمس على الغرفة يغير الإضاءة رح تشوف فيه غبرة او ارض مكسرة بهالمكان فشي جدا رهيب واكدوا انه فيه ألفا قريب للعبة بس ما حدا دولنا الوقت بس من التسريبات طلع انه الألفا رح يكون يوم الجمعة القادم تاريخ 27-8 ورح يكون بجيم مود جديد اسمه تشامبيون هيل رح تكون الألفا كلها عن هالجيم مود طيب وحاليا خلنا نتكلم عن الوارزون قالوا انه مع اطلاق اللعبة رح ينزل ماب وارزون جديد كليا ما رح يكون نفس اخر ماب في تغييرات بسيطة لا هذا رح يكون ماب جديد كليا بس ما قالوا لنا ايش الماب بس من التسريبات اللي طالع من زمان رح يكون ماب بحرب المحيط الهادئ اللي بين امريكا واليابان ففينا نتوقع بحر وجزر وجبال خضرة لو كان كذا رح يكون جدا رهيب وقالوا انه كل الاشياء الجديدة بكولف جيتي فانجارد رح تروح الوارزون مثل الخاصية اللي فيناك تكسر فيها الابواب والحيطان ولكذا رح تكون موجودة الاشياء انه مثلا فيناك تسبت سلاحك على مكان معين او فيناك تطخ بشكل اعمى انك تطلع سلاحك فوق حاجز وتطلق بشكل عشوائي كمان رح تكون موجودة وكمان اسلحة فانجارد او اسلحة الحرب العالمية الثانية كلها رح تروح للوارزون طيب وحاليا خلنا نتكلم عن الزومبي طور الزومبي بكولف جيتي فانجارد رح يكون من تطوير ترايارك بالكامل ايه مثل ما سمعتوني ترايارك هي اللي رح تطور طور الزومبي بكولف جيتي فانجارد سلج هامر ما لهم علاقة بالموضوع والقصة رح تكون بالدارك ايثر بنفس قصة بلاك كوبس كولد وور واحداث القصة رح تكون قبل الاحداث اللي شفناها ببلاك كوبس كولد وور بعد شوي رح تكلم عن القصة بالتفصيل بس غير القصة قالوا انهم رح يطوروا الجيم بلاي بشكل جدا كبير ورح يخلوه مثل ما هو بس مطور يعني البركات البكبانش الاسلحة اللي شفناها ببلاك كوبس كولد وور رح تكون نفسها موجودة بهاللعبة مع تغييرات شوي وتطويرات شوي بس الجزئية الاهم انه اللعبة رح تكون على انجن مودر وورفير مطور وانا شفت جيم بلاي كامل لمهمة باللعبة والله شي جدا رهيب لغرافيكس التفاصيل الانيميشن شي جدا جدا رهيب فيعني رح تلعبوا زومبي بنفس قصة الدارك ايثر اللي هي قصة بلاك كوبس بنفس النظام من البركات واسلحة وكذا بس مطور وبغرافيكس مودر وورفير مطور وانجن جدا رهيب متأكد رح يكون شي جدا خرافي طيب احداث القصة متل ما قلت لكم رح تكون قبل بلاك كوبس كولد وور نحن اول ماب عنا بكولد وور هو ديماشين وشفنا بكاتسين الماب انه فيه كان تجارب للالمانيين للنازيين على نهاية الحرب العالمية الثانية كانوا بيعملوا تجارب عشان تفوزهم بالحرب ومن هالتجارب فتحوا بوابة للدارك ايثر او خلوا الدارك ايثر يدخل لعالمنا وبعدين الالمانيين صاروا يرسلوا جنود لجوة دارك ايثر وشفنا هالكلام كله بالكاتسين البداية بعد ديماشين طبعا وعد مني ان شاء الله رح اشرح قصة زومبي بلاك كوبس كولد وور بالكامل قبل فانجارد او حتى قبل الماب الاخير بلاك كوبس كولد وور عشان تفهموا هالكلام بالكامل فنحن اصلا من بداية بلاك كوبس كولد وور من القصة كنا نعرف انه النازيين بالحرب العالمية الثانية كانوا بيعملوا تجارب تسببت بهالمشاكل هاي كلها وحاليا رح نلعب بهالكلام والتجارب هاي يعني كنا نسمع عنها حاليا رح نلعبها وبنعرف انه بنهاية قصة الزومبي القديمة قصة الايثر اخر ماب كان تاك دير انتوتن سكرنا كل العوالم والابعاد الثانية وما ضل عنا الا عالم وحيد المفروض ما فيه اي مشاكل من الزومبي وسامانثا وريكتوفل الصغير وراحوا على هذا العالم اللي هو عالم بلاك كوبس كولد وور وحاليا كولوف جيتي فانغارد بس الالمانيين او النازيين جابوا الخراب لهالعالم عن طريق التجارب اللي عملوها وفتحوا بوابات للدارك ايثر لهالعالم فالمهم ممكن منشوف ركتوفل وسمانثا هم وصغار اول ما دخلوا على هالعالم شو صار فيهم طبعا ممكن حد يقول ركتوفل مو موجود لا ركتوفل موجود واحتمال جدا كبير رح نشوفها بالماب القادم بلاك كوبس كولد وور اللي هو اخر ماب زومبي باللعبة ومثل ما قلت لكم قبل اللي ينزل الماب رح اشرح القصة وتعرفوا ليش ركتوفل موجود مية بالمية واصلا اخر ماب زومبي بلاك كوبس كولد وور اللي هو ماوردير توتن قصة الماب انه فيه جندية المانية ابوها كان احد العلماء اللي ساعد بيفتح بوابات الدارك ايثر بالحرب العالمية الثانية وهالجندية ابوها صار يجيها بالاحلام ويقنعها انه تساعده يرجع على هالعالم على اساس هو محبوس بالدارك ايثر وبتسمع كلامه وبتفتح لبوابه بس بيطلع اخر شي هو مو ابوها هو شخصية شرير او متل شيطان موجود بالدارك ايثر اسمه ومتنكر على هيئة ابوها ومع اخر تحديث بلاك كوبس كولد وور نزلوا كتير راديوهات بمابات الزومبي وبهالراديوهات كله وقتها عام 1944 يعني على وقت الحرب العالمية الثانية وعم نسمع فيها ناس محبوسين بالدارك ايثر ومفكرين حالهم انه بيجهنم او شي من العذاب اللي عبشفوه هونيك وهالناس هم الجنود الالمانيين فمتأكد مية بالمية هالكلام كله رح يكون بقصة كولف جيتي فانغارد وكمان رح سوي فيديو اشرح او اتوقع في قصة فانغارد بالتفصيل اكتر فاييه شباب هالفيديو لليوم اتمنى اكون اعجبكم اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطي الفيديو زر اللايك وشاركوه بين اصحابكم المهتمين في كولف جيتي وبس قناعكم في شركيا وشركيا كيش وكم فيديوهات الثانية ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة